بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي على مشكلة بتقابل الكتير من الناس ان هو بينسى البسورد بتاع الروت او بيشتغل على ميسيكول تمام والاكاونت مش هول مكارية الروت عليها فمحتاج دلوقتي يخش غير بسورد الروت تمام المشكلة دي مع الوقت كمان ساعد بتنظر مع الناس اللي هي منازلة الديتابيز او حاجة ومع الوقت ناستها او الديتابيز حصل فيها مشكلة فلا انا دلوقتي هامله هنشوف الطريقة العادية بتاعتنا عن طريقة ترمينال اول حاجة هارضها المشاكل اللي بتقابلنا المشكلة مثال عليها ان انا عاز اخوش اعمل بسورد الروت تمام الامر اللي انا بكتبه دا دلوقتي بستعمله لو انا بعمل بسورد الروت اول مرة هو mysql admin-u root-b password-new password تمام انا لو انا لسه مستطى بميسيكول تمام ومش اعمل بسورد الروت حيقبل معايا ان انا عامل بسورد جديدة كل ما هيحصل انا بعد اول ما اعمل enter حيقولي داخل بسورد جديدة بتاعتك حيكتبها حيقبالها مفيش مشكلة بس طبعا ان الميسيكول اللي هنا فيها اصلا بسورد الروت فحيقولي ايه حيقولي لا اللي انت بتعمله دا ماينفعش انت كده ايه بتهزة الطريقة التانية بتاعتنا اللي احنا برده شان نبين المشاكل بتاعتنا في حاجة اسمها في امر عندنا اسمه mysql secure بسورد الروت تمام دا بيعمل رسيت الروت من عدل عن طريق البسورد بتاع الروت تمام بس بيساني على مجموعة option زيادة كمان و احنا شغالين لما جاء جربه دروقتي برده و اعمل enter حال ايه حيقولي ايه حيقولي برده انت ايه البسورد الروت اللي عندك لها بسورد لازم تبقى انت ايه شغال بيها اولا انا كتبت حاجة غلط نسيت احط ال sql و اعمل enter قال لي قال لي enter current password شايفين يا جماعة عشان يبدأ يكمل محتاج البسورد بتاع الروت تمام لو استبتها فاضية لو كتبت ايه حاجة غلط برضه حيبدأ ايه ده ما احنا هنشوف تمام احنا حامل مسلا ان احطت بسورد تمام انا فاكر انها هي قال لي غلط تمام كل ما هتكتب بسورد مش هيه هايقولك ايه هايقولك لا enter بسورد و ايه وقفت في الحتة دي انا طرعت اهو منها تمام طب عحل المشكلة ازاي ده اللي احنا ايه هنشرحه بعد دلوقتي تمام هنجرب كده mysql اللي ايه قال لي ايه انا حتى مش ايه عارف ايه شغل mysql بتاعك انت الروت بتاعتك مش شغل تمام واحد يقولي طب ما هو ده بيقولك انا موسلي يعني انت لو معاك الروت لو عطيته دلوقتي بالميشن باش روت هيشتغل معاك نجرب كده ادي سودو باش هيقول لي هات البسورد بتاعك تمام تاعت موسري اهو كتبناها وعملنا enter انا هكتب الروت انا نجرب كده بالاكاونت ده دلوقتي هنجرب كده انا جوه الروت ان انا اتجرب نفس الامر بتاعي بتاعي mysql نشوف كده حيقبل لا هليه برده مش حيقبل معانا تمام في الناس افتقى ان انا داخل مدام انا دلوقتي روت قدت الميشن بتاعتي ان هو حيقبل اول منافس الامر قال لي بردك وإفتاني بيقول لي هات البسورد بتاعت الروت الحالية هعمل enter هكتب البسورد انا فاكرا هقال لي غلط وعمل enter في الهوا قال لي غلط زي ما احنا شايفين كده هعمل كرير ونبدأ بقى الخطوات ازاي اعمل ريسيت البسورد بتاعتي منتقاط بساطة كده لأوامر الترجمة الحرفية بتاعتي اول حاجة هعملها هوقف السيرفز بتاعت mysql سيرفز mysql سيرفز mysql stop وعمل enter والسان غالت لما يوقف السيرفز بتاعت mysql الخطوة اللي بعدها هبدأ انافذ الامر ان هو يشغل السيرفز في السيف مود من غير بسورد هننقي حاجة اسمها mysql دي مسافة underscore save dash dash skip dash grant dash tables مسافة and يعني هشغلهولي من غير ايا جماعة من غير ما تسع على بسورد تمام كده كده انه في السيف مود يعني تمام واستنى تمام خلاص نفذ هو اهو كتب لي قال لي mysql بتاعك starting تمام هخش بعد كده اقول له ايه mysql dash u root تمام انا دلوقتي دخلت اهو على database mysql تمام وتو use mysql هخش بعدها هقول له use mysql ال database بتاعتي هبدأ انفذ من هنا البسورد بتاعتي انا هعمل update ال command بتاعي ترجمة حرفية لو انت ركست معها بس اخلي بالي من حاجة وانا بكتب ال password بتاعتي ال command ال small الامر يعبر عن ايه update لليوزر هعمل ايه لليوزر هعمله set password هتعمل ايه في ال password هقول له هغير ال password بتاعتها خليها يساوي ال password هفتح كوس هعمل تنصيص ال new password بتاعتي تمام ال new password بتاعتي انا مسح هخليها هنا واخليها اخلي بالي من حاجة ال password small password capital زي ما احنا شايفين ما نساش الكوس ما نساش علامات التنصيص اقفلت الكوس هيعمل ايه بقى ال main ال user بتاعي ال u capital زي ما انتو شايفين واخلي بالي بقى يساوي علامات التنصيص ديه اللي هو ال user اسمه root تمام وعمل سمي كولن وعمل ايه enter قال لي ايه قال لي اوكي ال password بتاعتك اتغيرت ايه تمام هاجي بعد اعمل ال password بتاعتي عمل ابدات الصلاحيات بتاعتي وعمل ايه انتر حيقول لي لا ما عليش الحروف غلط واصلاحها ايه وعمل انتر تمام قال لي اوكي خلاص انا كده هطلع بره بتاعي قال لي باي مفيش مشكلة اجرب بقى كده البسورة جديدة بتاعتي نجرب مسلا في ايه نجربوها مسلا في بتاعت نشوف كده حيقول لي ايه اللي كان بيستاني فيها على البسورد قال لي اهو هخش بالروت اهي مسلا دي داخل البسورد بتاعتك هكتبها اهو معلش اهي هكتبها معلش انا غلط هكتبها هخش تاني اكتبها البسورد الجديدة تمام وعمل انتر قال لي ايه اهلا بيك انت ايه البسورد بتاعتك صح كده لو دخلت على هيشتغل معي ما فيش مشكلة لو عملت كويت هتطلع ما فيش اي مشكلة بس هو ده الموضوع بتاعها